في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضرية تتوافر بها كافة الخدمات شهد محافظ القاهرة خالد عبد العال حفلة تسليم 224 باكية للتجار الخردة بسوق التونسي الجديد بالبستين بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه وقام محافظ القاهرة بجولة تفقدية بأنحاء السوق التونسي التقى خلالها بالتجار في السوق لتأكد من توفر الخدمات مشيرا إلى أنه روعي في اختيار موقع السوق التونسي الجديد عددا من الأمور منها موقع سوق القديم حرصا على البعد الاجتماعي للتجار